الحاجة هتيجي امتى؟ انتوا ليه مصرين انه دايما تقول لنا خلاص الانفراجة كمان طب على فكرة احنا شعب جدع وانتوا جربتوا وعرفتوا ان احنا شعب جدع قول لي تلاقييني كويس اوي انا اتوقع يعني انا مثلا شايف الحوار اللي بيدور الان في مصريين قاعدين يتكلموا على السوشيال ميديا مع عدد من المؤثرين ممكن لو سمحتم النور بدل ما بتقطع ساعتين يبقى ساعة طيب هم الناس اللي بيكلموا بعض دول مالهم ومال الموضوع سؤال هل في حد قلنا الموضوع ده هيخلص امتى؟ قول لي هيخلص بعد سنة انما الناس قاعد ايه؟ فيعيني اتخانوا مع بعض قالوا لا 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 على فاكرة انا عندي معلوه فالتاني قالوا على فاكرة النور راجع فالتاني قالوا مش راجع دلوقتي خالص انتو بتهزروا طب راجع ولا مش راجع هي المسألة ايه؟ احنا عارفين ان النور بتقطع ساعتين وانا اقاسف عشان دايما من الاتهمات دايما اللي وجهت لي في قائمة الاتهم قبل كده ان انا قلت ان النور بيقطع وكأني بقول حاجة يعني وانا عارف برضو النهاردة حيقولولي انت بتقول كده ازاي النور لسا بيقطع قولوا للناس وزير الكهرباء وزير البترول رئيس الوزراء يا جماعة مش دلوقتي ليه؟ 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 لانه انت الوحيد اللي عارف يعني انا مثلا اما جنزل من البيت ابني يقول لي انا عايز واحد شاورمة لحمة واحد شاورمة فراخ فانا الوحيد اللي عارف هجيب له ولا لا فالحكومة هي اللي عارفة هجيب الشاورمة ولا لا ما فيش شاورمة قولوا على فكرة ولا ما فيش شاورمة شاورمة غينت جدا وما فيش حد بيعمل شاورمة مش جايب فيعيني الناس نهاردة قاعدة بتتخانق واقتراحات بقى طب ما تخلوا طب ما هم هو يا جماعة هي الحكومة غوية تنكد عليكم لا هي الظروف هو لو يقدر يرجعلك النور بكرة حيرجعه على فكرة انا كان نفسي يبقى فيه اعادة للانتخابات عشان سبب واحد النور يفضل موجود اربعة ايام كمان بس فاللي انا بقوله بس لحضراتكم قولوا للناس فهذا الامر ينطبق على الكهرباء ينطبق على السكر ينطبق على البصل ينطبق على اشياء كثيرة جدا قولي يبقى فيه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة